معي من بغداد عبر الأقمار الصناعية الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور أحمد شريفي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور أحمد كما ورد بتقريرنا نتحدث عن تكتيكات لداعش طائرات مسيرة لنبدأ بهذا الموضوع وطبعا يحمل عليها الأسلحة الرشاشة للتغطية على نقص الأعداد كيف ستخدمه وكيف ستضره في نفس الوقت بمعنى أنه لن تفيده لوقت طويل بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن التنظيم يحاول بشكل أو بآخر من أن يرفع من سقف قدرات التسليحية في الاشتباك والمواجهة ولكن هذا الاسلوب الحقيقة هو اسلوب غير مجدي لجملة أسباب منها فنيا هذه العمليات غير صالحة لإيقاف تقدم القطاعات وحتى لاستهدافها بشكل مؤثر فضلا عن أنه الآن ما يجري الإعداد إليه من رفع سقف الإسناد الجوي ابتداء من مجالات الحرب الإلكترونية الاستطلاع والمراقبة ثم الاستمكان والتدمير الجوي هذه بالحقيقة ستسكت هذه القدرات التي هي بالأساس قدرات لا تمثل تهديدا التهديد بالحقيقة هو يكمن في قدرة التنظيم على مسألتين مسألة الاختفاء في إطار حرب القنص المتبادلة وعدم الظهور وكذلك التمكن من استخدام الخنادق والملاجئ كم منطلقات للمشاغلة والتعرض ثم العودة للاختباء وهذه بالحقيقة أطالت من أمد المعركة لذلك الآن الذي جرى أن تعبويا ستكون هناك عمليات التفاف للعزل والتطويق الأوسع والاندفاع باتجاه على سبيل المثال الزنجيلي والشفاء من أجل مسك الأرض وتحقيق التماس مع ضفة النهار لزيادة الضغط تعبويا على التنظيم أما الجانب الأهم فهو بالحقيقة توسيع العمليات المسك الجوي وهذه مهمة تفضل تابع بهذا الجانب مهم برأيك طبعا يهمن أن نطلع عليه نعم بالحقيقة مسألة مسك الجوي هي ستجعل التنظيم منظورا عبر الارتقاء بالتقنية لأنه إن دخل الأنفاق أو البلاجئ سيجري رصده بشكل أو بآخر عبر توسيع عمليات المسك الجوي وهذه ستجري بالتنسيق والتعاون مع التحالف الدولي لأن مواردنا الوطنية لا تبتلك هكذا تقنية عالية وسيجري الاستعانة بالتحالف الدولي أخذا بمبدأ أن الآن ظروف معاشية صعبة جدا تصل إلى حد توقع أن تكون هناك مجاعة لإفتقار المواطنين المحاصرين وهم بالآلاف إلى وسائل الحياة اليومية إضافة إلى أن التنظيم بدأ يستخدم أسلوب هو غلق الأبواب من الخارج عبر استخدام وسائل مولدات ومكائن لحام وغلق الأبواب من الخارج على المواطنين المدنيين وهذه بالحقيقة معاناة إضافية فضلا عن الضغط النفس الذي يتعرض للمواطنين لذلك الآن بالضرورة في إدارة المعركة أن نتبنى خيار الحسم في معركتنا مع هذا التنظيم ربما موضوع المسك الجو الذي ركزت عليه حضرتك دكتور أحمد هو ما يفسر دعوة وزير دفاع العراقي أمس بأنه توفير أسلحة لهم بهذه المرحلة من المعارك غير موضوع استخدام القناصة خنادق والملاجئ كتكتيكين يستخدمهما مؤخرا كما قلت وجود مقاتلين على الأرض لتنظيم إلى أي درجة هو مغاير تماما وأهم فيما لو توفر للتنظيم غير موضوع الطائرات المسيرة خاصا بأنه نتحدث اليوم عن حرب شوارع نعم هو بالحقيقة يمارس نشاطا لأنه يجب في مسرح العمليات يجب أن نجري تقسيما للجهد البري والجهد الجوي حينما يعاني الجهد البري من نوع من ضعف الاندفاع بسبب ضعف الاستطلاع أو ضعف الإسناد الجوي تحصل هكذا حالات يرتفع فيها السقف الزمني ولكن الآن الذي سيجري في التكتيك الجديد هو إعادة زخم المعركة الجوية والمعركة البرية في آن الواحد لذلك ستؤمن قفزات برية أسرع بغطاء جوي أوسع هذا الغطاء الجوي سيجري الارتقاء فيه تقنيا أي بمعنى أنه ستدام زخم المعركة جوا ليلا ونهارا فضلا عن استخدام أسلوب الجيوش الذكية الذي يبتدئ بالاستطلاع والاستمكار راداريا وحتى استخدام عبر الأشعة تحت الحمراء ثم بعد ذلك العمليات التي ستجري عبر إسكاتو حتى المجاميع لأنه التقنية الآن التي ستدخل هو استخدام مسك الجو بمدفعية جوية هذه طبعا ستؤثر على حركة المجاميع وتنقلاتها وتعرضها للقطاعات برا غير موضوع القتلى وأيضا نعود لموضوع فقدان مقاتلين وأعداد كبيرة على الأرض غير موضوع القتلى ومن يفر إلى أي درجة تغيرت نظرة مقاتلي التنظيم بعد هذه الخسارات بعد ما رأوه على الأرض وطبعا تأكد بعد إصدار الأخير لهم يعترفون من خلاله بخساراتهم في الموصل حتى هذا الإصدار ربما نفسيا يؤثر وفي واقع على الأرض طبعا هم يرونه كل يوم نعم هو بالحقيقة الآن التنظيم في حالة انهيار على مستوى القدرات المعنوية والقدرات القتالية وهذه حقيقة ما عاد حتى بالإمكان التنظيم أن يسوقها بشكل مغاير ولكن ما يعنينا أنه هو اختراب التنظيم بشكل كل عن ما كان يصفهم بالأمس بالحواظن علما أنه وإحنا متيقنين من هذا القضية لم تكن هناك حواظنا للتنظيم كان هناك لا مبالات بسبب سوء الإدارة السياسية جعلت السكان المحليين غير مبالين وبالتالي عدم المبالات وعدم التفاعل هو الذي شكل بيئة حاضنة لدخول التنظيم أي أنه الخلل كان خللا سياسيا ولا يتحمله السكان المدينيين في كل المحافظات التي سقطت تحت سلطة هذا التنظيم لم يكن التنظيم مقبولا وبالذات في الموصل الموصل هي أساس المدينة متدينة يعني لا تحتاج إلى داعش حتى يعلمها الدين هم بالأساس طبعهم متدينون وملتزمون دينيا حتى هذا ما سعدهم ربما لا فكرا ولا حضورا بكشف داعش بأنه يستغل الدين ولكن لا يتحدث عن الدين الحقيقي بل يؤوله وفق مزاجهم كون طبعا تحدث عن المتدينين هم كانوا منذ البدء كان لديهم منذ البدء موقف اتجاه تنظيم القاعدة وأيضا موقف رافض اتجاه تنظيم داعش ولكن الخلل كما قلنا في إدارة المؤسسة أمنيا وعسكريا جعلهم يقعون تحت سطوة هذا التنظيم والتنظيم مارس معهم قهرا وليس إكراها وهم بالحقيقة تحت سطوة التنظيم قد يذعنون بشكل أو بآخر ولكن مكرهين وليس مقتنعين أنا أشكرك جزيلا دائما على المشاركة معنا دكتور أحمد الشريفي عبر الأقمار الصناعية كنت معنا من بغداد الخبير العسكري والستراتيجي شكرا شكرا